لكل منصة آفة الفيسبوك عنده آفة الأخبار المفبركة تويتر عنده آفة خطاب الكراهية وإنستجرام عنده آفة أنه عم بروح علي شغلات كتير ولكن اللينكتين للآن موجود وبشكل عملي يحتوي على الكثير من الفرص في الوقت الحالي لسهولة الخوارزمية في المنصة ولهذا يتواجد 91% من مدراء التسويق على منصة لينكتين وتعتبر منصة مهمة من حيث جودة المحتوى بعض النصائح على منصة لينكتين حسب التقرير نشر الملفات المقرؤة PDF من أفضل أنواع المنشورات لأنه عندما يقوم الزائر بتصفح الملف الإلكتروني يتم حسب كل نقرة وهذا يعزز نسبة التفاعل على المنشور وبنفس الطريقة عندما تنشر منشور طويل يقوم الزائر بالنقر على عبارة لقراءة المزيد اضغط هنا فيتم حسب النقرات الإضافية تفاعل عالي من نفس الشخص ركز على المحتوى القيم في مجال عملك شارك معلومات قيمة هناك الكثير من التفاصيل في موضوع الصورة لحسابك على منصة لينكتين ولمساعدتك هناك أداة لتقييم صورتك من قبل أشخاص حقيقيين اسم هذه الأداة Photo Feeler ويتم تقييم الصورة من ثلاث معايير الكفاءة المحبة والتأثير وهناك أداة لتقييم حسابك على منصة لينكتين كل ما عليك فعله هو تنزيل حسابك على شكل ملف PDF من لينكتين ثم رفعه على أداة Resume Worded ويتم تقييم الحساب بعلامة من 100 مع ذكر نقاط الضعف وإذا أردت أن تحصل على تقارير بيانية تحليلية أكثر لحسابك تستطيع تجربة أداة Shield Analytics وهناك أداة تكشف لك إيميل الشخص من حسابه على لينكتين دون الحاجة أن تكون صديق له اسمها scrub.io وهناك بعض الأدوات التي تعتمد على منصة لينكتين مثل أداة Crystal Nose التي تقوم بتحليل شخصية حسب حساب لينكتين للشخص حتى لو لم تكن صديق له على المنصة فتقوم الآلة بالتحليل الشخصية معتمدة على الدكاء الاصطناعي بدقة على الأقل 80% وتخبرك أفضل الطرق للتواصل مع هذا الشخص وأي الكلمات عليك استخدامها لزيادة نسبة الإقناع من طرفه خوارزمية لينكتين تقوم ببعث المنشور لبعض الأشخاص التي تربطك بهم علاقة مباشرة على المنصة ثم إذا قاموا بالتفاعل على منشورك ستقوم الخوارزمية بنشره لمتابعين هذول الأشخاص من الدرجة الثانية والذين يعتبرون أصدقاء أصدقائك على مدى تسع ساعات القادمة ويتم تقييم التفاعل بهذه الطريقة نقطة واحدة للإعجاب عشر نقاط للتعليق ومئة نقطة للمشاركة ويتم تقييم المحتوى بثلاث درجات سبام جودة متدنية ومحتوى رائع أفضل الطرق لنشر المحتوى على لينكتين عمل تاج لأشخاص نشطين على حسابك ومهتمين بمجال عملك تأكد من أنهم أصدقاء من الدرجة الأولى وتجنم عمل تاج لمن هم من الدرجة الثانية أو الثالثة الذين لا تربطك معهم علاقات مباشرة حاول أن تتجنب مشاركة روابط خارجية واستخدم هذه الحيلة قم بوضع الرابط الخارجي في قسم التعليقات قم بنسخ رابط هذا التعليق تجده عند الضغط على هذه النقاط وقم بالتعديل على البوست واستخدم رابط التعليقات وقم بالتعديل على المنشور واستخدم رابط التعليقات في المنشور تستطيع أن تعلق بسؤال وهذا بدوره سيزيد من نسبة التفاعل على المنشور أنشر لجمهور محدد تستطيع استخدام بعض الهاشتاغ الذي له صلب المنشور ولكن لا تكثر من عددهم أفضل وقت للنشر على منصة لينكتين بالصباح الباكر من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشر صباحا أهم معيار لمحتوى منصة لينكتين هو القيمة بلا داعي لتضيع وقتك ووقت الجمهور وأنشر محتوى قيم فقط حسابات لينكتين الشخصية أهم بعشر مرات من صفحة الشركة عند البحث عن زبون محتمل حدد مجال عملك تواصل مع أشخاص يعملون في مجال عملك تواصل معهم وعلق بمحتوى قيم على محتواهم جاوب كل من يتواصل معك من خلال التعليقات أو التراصل الخاص تواصل معهم على الخاص وبعد تقديم نفسك بشكل متواضع قم بمدح عملهم بشكل حقيقي غير مبتذل وبعدها تستطيع القيام بعرض خدمة عندك تناسب حل لمشكلة عندهم واطلب منهم حجز اجتماع معك في حال اقتنعوا في فكرتك من خلال بعض الأدوات مثل أداة كالندلي أفضل أنواع المحتوى على لينكتين هو الفيديو فيديو مسجل لك أو بث مباشر وللحصول على هذه الخاصية عليك التقديم من خلال هذا الرابط نصيحة قم بنشر محتوى فيديو لك لمدة عشر أيام قبل القيام بتعبئة الطلب استخدم الإيموجيز بالعنوان استخدم بعض الهاشتاغ بعدد قليل قم بكتابة محتوى للفيديو حتى يعرف الزائر المواضيع التي يشاهدها بالفيديو عند بعث طلب الصداقة لا تبع الطلب صداقة بدون رسالة أبدا عاول أن تكون الرسالة مؤدبة مختصرة محترفة محتوى مرتبط بالمتلقي محتوى مع اطراء إذا أردت أن يظهر محتواك على جدول زمني لشخص غريب راسله على الخاص إذا أردت أن تقف الترويج لمنافسيك قم بإبطال خيار مشاهدة حسابات مماثلة من خلال إعدادات الخصوصية 1. إعدادات وخصوصية 2. إعدادات الحساب 3. قم بوقف هذا الخيار مشاهدي هذا الحساب أيضا شاهدوا هذه الحسابات لتبديل زر الصداقة بالمتابعة تستطيع تغيير ذلك هو وضع زر المتابعة إعدادات 3. رؤية 4. متابعين 5. قم بتشغيل زر المتابعة هو الأصل عندما تكون على صفحة شركة ما تستطيع عمل محادثة مع الموظفين الذين تربطك معهم علاقة صداقة مباشرة 5. قم بتشغيل زر المتابعة